سلام عليكم البنات نهاركم مبروك مرحبا بكم معايا رجعت لكم بفلوك جديد ومتنوع أكيد رح يعجبكم تستفدوا منه تستمتعوا معايا دايما مع وصفات الحلو والمال حجبت لكم اقتراح لطاولة للضيوف تخي كلاس بالنواغي بلون شاركت معاكم تاني وصفة خبز الدار بالعجين والوصفة حلوة رح نديروا موالو بوم مادامنا في موسيم التفاح من السما بالقرفة بزاف بنينة وتاني حبيت نديكم معايا العرس الله يدون فرحنا إن شاء الله نبدلوا شوية جو ونخرجوا شوية من العوتين سوقتوا يعني مع الكوفيد والله العظيم نسينا كلمة أعراس وأفرح إن شاء الله يا ربي تستمتعوا معايا طويلت شوية بسك البرح كانت عندي سخانة كنت عيانة الاتنسيون تاي كانت تمنيا جيتي تخو فاتيغي مي حمدو الله جو سيبا علاه جو دوا فعها تنسيون جبلي ربي راني بحتاجة راحة وهذه هي إن شاء الله يا ربي يعجبكم الحال وتاني أحبيت نشارك معاكم لاتوني وتاعي للبستها في العرس في انستاغغام البنات هبلوني أمين أوريها أمين أقولين أمين شريتيها وكامل ذوك إن شاء الله تشوفوا معايا كامل في الفلوغ جو ستبارك البنات بين قوسين ما صورتش كل شي أنا نحترم أعراض الناس وخصوصيتهم صورت غير الشي اللي نقدر عليه وهذه هي ونشوفوا مع بعضنا أول وصفة اللي هي وصفة خبز الدار دونك اتبووا معايا ومع بعضنا البنات الوصفة على الخبز الدار هذي وصفة قديمة كنت في الأرشيف كنت نديرها بكري كي كان عندي الفيسبوك وتسقطوا يعني كيتكوني دي باسي ما عندكش الوقت والله العظيم غير تسهلك بس كي ما تديش لعجين ويعني ليه ليه كي ما تشوفوا اللي هنا الطريقة رهي موضحة بيناتكم نعطيكم غير المقادير الكاس تاعي البنات فيه ميتين وخمسة وسبعين قرام تحبي تديري أي كاس متوفر عندك جس نعطيكم الكيل تاعي تقريبا هذي 15 قرام خميرة الخبز كانت عندي لوفوغ فخاش وهذي 100 قرام زيت نباتية ومغرفة صغيرة تع سكر جس برك للدوق ومغرفة صغيرة تاني تع ملح للدوق الملح لبنات اللوحو ألافة ما لازم شي تفاعل مع الخميرة سينو العجينة تعنا متطلعش وتجيكم يابسة يعني ما لازمش تتفاعل معها وهذه الملاحظة دايما نقولها لكم الحليب يكون دافي المتاني يكون دافي والفارينة تضيفوها تدريجيا على الأخر حتى تحصلوا على عجينة العجينة تجيكم شوية طلقة رحة وجارية تعودوا تقولوا نبقى ونضيفو نضيفو نضيفو الفارينة بسك مبعد يجيكم يا بس أنا تقريبا دات لي تلت كيسان بالكيل تاعية 275 جرام ومبعد نخليها تطلع غير نص ساعة بسك الكوزينة تاعي كانت شوية سخونة مع طيبة اللوغولي توسها دونك سفا والوصفة التانية اللي هنا قدرت هادك اللوغولي تاع الجاج المحشي بالفخوماج وبالزوليف يجي ما شاء الله اللي هنا تشوفو غير حكا برك لقطات خفيفة بسك شاركتها معاكم عملو والبهاب هادك اللاصوس سلصة هادك اللي نرافقو معاها تاع اللوف خماج نحط لكم الرابط في صندوق الوصف في الاعادة افادة معلي شخصو يعني متطبعات الجديد اللي يدخلو في القناة وما زالو ما شافوش الوصفة التاعي لطان اللي لغولي تاعي ويجدتو كامل حطيت الخبز تاعي سخن مادام الفور سخون والبنات الكمية هادك تاع الخبز جونزوش خبيزات يعني والله تغدينا تعشينا وزد الغدوات تغدينا بيها لغولي تاعي ويجد غير بشوية برك على اللخر خليتلو هادوك العشر دقايق اللخرين باش نحمروا شوية نحيطلو هادك البابية كويسان البابية المينيوم غير بيتحمر ويعطينا الدوقة تاع التحمير وفالا ومبعد كيكملت كل شي جس باش ندير الدكور تاع الطاويلة تاعي دايما هكا مرة في الأسبوع نحب نفرح ولداتي نسلمو هكا كعائلة ونبقا ومحافظين على هادك الترابط القساري العائلي ومامتان تشبخوف يتملم مع اللي عندك سخطو يعني توتلع سمان لي يخدم لي قرأ يقرأ دونك ما عندناش الوقت هكا نسلمو دايما هادك العشا يتحطليه لي الطابلات تتحطليه لي كل واحد يزر بيكمل الدفاع كل واحد يزر بيطلع يرقود وهدي هي دونك فلا الطبق تاعي رفقتوا مع هادك الخضرات دي لجوم سوته ومامتان ننولفو ليداتنا ياكلوا الخضرات بخطو ولدي ميحبوش بزاف الخضرات ياكلوا غير الخضرات كراتيكية بصح خضرات وحدة وخرة ميحبوش بصح كتعود مرافقة مع غولي تعدى جاج وصوص خوماجر ومع خوب زيتو والله ياكلوها وعينيهم غنضين الجاري تاعي جام نفرط فيه لانتخي كانت سلاطة مع الشرب بالجاج ومن السم بهديك الدبشة جبزة بنين ثانية الوصفارة في القناة وهدي هي وربنا ولك الحمد يعني فغمونا بيان مانجي وهدي هي ما درتش دي سر جي من الفواكه والحمد لله وسمدي واش نحكي لكم اختكم كانت تجري باختو لابخوف العرس ما قدرتش نروح لاميغي بسك ما كانش عندي الوقت مع ولادي مع الدار مع الميناج الا غالب راح تلع شي يا خلاص الهنا ديجا ماكياجي كان مداير مشاركتش معاكم بسك على بلكم بيان شو با تخو ماكياج شو با مون ديغ ماكياج خفافي صيفي جو با مون نحي العياء والتعب وهي لكم لغو بتاعي هذي البنات شريتها من مرسي من واحد البوتيك باتخل من مرشي سولاي كي تخرجو من مرشي سولاي في هذيك الهبطة كي بزاف البوتيك يبيعو اللباس تقليدي يبيعو الماعين يبيعو الحوايش دونك شريته من تم كانت متيت بروموسي هو 500 اوغ خلاه لي ب 85 اوغ وفرامن قال لي نوفال كولكشون لكولور بزاف عجبتني معاش فتها قلت هدا لازم يتشارع دونك جمس في بلي ديغ يسيدي بصح جي ومبعد هاي لكم لسال قلت لكم عرس جزائري مغربي هو عرس العائلة ربي دوم فرحنا وفرحوا من شاء الله لديكو دلسال 60 80 فيك يعني ما شاء الله وقال لكم لبنات انا ما قدرش نصور الناس ونصور الحالة مخلطة هدا مش من حقي نحتار موكومة من خصوصية الناس انا حبيت بركها كان فيدكم بالديكور طاويلة باليقاتو بالعشاء بالديكور ما عندو مدنى الاعراض الناس يعني ما قدرش نصوره كل شي والله في المونتاج قصيت منا ونحيت منا وزيت منا جزت بش ما يبانو شالناس وصوتو احتراما لخصوصية العروس والعروس ما قلت والو مسكين قلت هني نهز هكا شو علاقات قلت لي يعني ما قلت والو هول لكم تاني البنات لبوفي يعني ما شاء الله مام المرة الكوزينيير اللي طيبت كانت مغربية وحكينا نوياها ونا يشانجي شوية نعتتلي الباشط حا فرامو نعتت لها تاني مشان يوتيوب قلتلي تبارك الله عليك بنتي بزاف عجبها وقلتلي نعود نتبعك وفلا هي تاني مليون طبق اللي دارت يعني مع انه طبق بسيط بالصح البنا يا البنات وش نقول يعني الطبق ما شاء الله أنا بزاف عجبني صغتو هذي الخضراء ليجوم سوتي ما شاء الله فرامو يعطيها الصحة كنت سمعني من هاد المنبر نقول لها تعطيك الصحة والدسير كان عبارة على سالة دو فخوي والله بيان فخش يعني جات في وقتها مع شطحنة وزهينة يعني حمدو لله هذو كانو لي جاتو اللي بوات دو غمير سيما لهنا ورا العشاء العروسة بدلت يعني جات ما شاء الله طلعوها في هذيك العمارية هذو يعني العادة التقالي تاع المغاربة احنا الجزائري ما عدناش عمارية مايبون بعد بدلت لبسة الفرغاني وقت الحنة للموموتال الحنة توجوغ تخي توشان هذي ممي متعها كانت تحني لها ويعني جازت ما شاء الله خفيفة ضريفة وصوغتو تاني البنات اللي صغتووني في الانستغرام لسال دي فات سي تكوني مكيش مديرا الفاكسن بسكو يديرو الباس سانيتر في الباب بعد يقول لك لازم تجوزي الباس سانيتر تاكسينو ما كان شو كانت حفلة يعني روعة ما شاء الله اللي هنا فغلافا لي قاتو بيس مونتي مع الدواء والحاليتو مقدرتش نصور كل شي يعني صورتلكم غير هكا النسيسير شو امبيانسي تو بناتلي معايا في الانستغرام شافوا كل شي انستغرام موزيكيتو احنا في اليوتيوب ما عدناش الحق مع الدواء دوتر ما قدوش نحطو الموسيقى مي بو فغلافا جات ما شاء الله شاء الله يربي تكونوا استمتعتو استفدتو معايا ومبعد تشوفوا معايا ديمانش ديمانش تقريبا ما صورتو هكا برك الصباح اللي فطور حبيت نشارك معاكم هادو كلي قاتو هادو بينين حلويات مغربية يعني فغلا بليزاماند بزف بنان سامبل بزف بنان سوخطو هادا واش نقولكم يدوب في الفم هادوك لفخص بزف عجبتني هادو لازم نجي بالوصفة تعمو نديرو سوخطو هنا يدوق طع الكوكا ومع الجلجلانية نموت عليه والعشياء اختكم كنت غلبي ناتقريبا ما درتو ويلو درت غير هكا لقوتي العشياء درت اموالو بوم نعطيكم تاني المقادير جا يسخف لهنا عندي تلت بيضات بحرارة الغرفة عندي مية خمسين قرام فارينة لهنا زبدة هزيت مية قرام في عوضن هز مية خمسين قرام بسكو في الليفر دغوست تاعي كان مية خمسين قرام زبدة ومية خمسين قرام سكر انت انا درت غير مية قرام زبدة مع مية قرام سكر وسكر اللي يشربو بيها القهوة مية خمسين قرام وتخلطو كل شي انا درت بالباتوغ بسكو كنت عيانة ومبعد نسمت العجينة تاعي بالفانيلي كيد تحبو تديرو اي منسم تحبوه والبيض تاعكم اللبنات كما شفتوا انا ضفت وحدة ورا وحدة نحط العدام وحدة ونخلط ونزيد البيضة التانية ونخلط ومبعد نزيد البيضة التالية ونخلط تاعي درت انساشي سكري انساشي خمرت الحلوة ما تديرو شزوج بسكو احنا حبي انو انقاتو سامبل يعني ماشي كيك يكون منفوخ ولا طالع المول تاعي اللبنات فيه 26 سنتيمتر درت له بابيه كويسان دهن شوية بالزبدة ودرت بابيه كويسان بشما يلسقليش وطرحت هداك العجينة تاعي لهنا تفاح درت هذا بالقشرة الحمراء خليتو كي مرة جس برك خسلتهم ونقيتهم والبنات هاديك الاستيوس دايما نشارك معاكم هداك اللي نحي القلب تاع الخضراء والفاكية يعني ما شاء الله لازم كون في الكوزينة زين ثلاث تاقي بلي تخونش هكا تاع البوم ونعطيكم الاستيوس اللي ما عندها شكرا كاسونات السكر البني أنا عندي ما حبيت نشارك معاكم هادي كلاستوس ديرو مو غرفة صغيرة تاع قهوة سكر معا شوية قرفة ودردرو فوق لوقات تاعكم تجي واحد البنة ما شاء الله سقطو يعني هدو الاسوسياسيون تاع تفاح والقرفة يعني تجي ما شاء الله في البنة اللي ما تحبش القرفة ما تديرش ومبعد زينتها بشوية دي زامان دي زامان دي فيلة معاي زيدو يطيبو يجيو مقرمشين محمرين يزيدو بنة على بنة بلا ما ننساو دي بتيت نوازات دو بخ شوية هكا زبدة من الفوق باش تفاح تاعنا هدك يطيب والزبدة تاني تمد بزاف البنة طيبو على 180 درجة لمدة 35 دقيقة لازم من الداخل يجيكم طيب باش ننظف كوزينتي ونخسل هدك الماعين شفتو كامل هدو الماعي اللي صورت لكم بهم لازم نخسله ونمسحهم ونخبيهم باش أموات تبقى لينقيا ونجوز نوجد لتابل تاعي تاع القوت اي توسا هكا ديمانش عبخي مدي امتي غاتو معليش ان فامي هده وشقدرت ندير باسكو مع العرس مروح شبكري وكنت عيانة السكتوبر خير الغدوة سبحت مريضة سبحان الله لاتنسيون تعي هبطت كانت ثمانية وديرت لي سخانة مي حمد الله حتى اليوم باش قدرت اندلكم المونتاج درت شوية تيزان بالنعناع وبالقرفة جيت بزاف بنينة وهو لقات وموالو قصيت لكم باش تشوفوا القوام تجربوه وتعطيوني راية تستمتعوا معايا وتبدلوا جو نسلنا تعليقاتكم الجميلة نخليكم بخير ونعطيكم موعد في الفيديو الجاي بإذن الله